موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية بلغت كمية الأسهم والسندات المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 26 مليون و 184 ألفا و 54 سهما و سكة و قد بلغت إجمالية الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدها 6 ملايين و 904 ألفا و 840 دينارا بحرينيان نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 182 صفقة و قد تركز تداول المستثمرين لهذا الأسبوع لصالح الأسهم 21 شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة و احتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابقة و قد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمة أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة و تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع السكوك المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدها 617 ألف دينار من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة خلال هذا الأسبوع حين بلغت الكمية 617 ألف ساك تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة ترجمة نانسي قنقر